يعد جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة في الدولة وهي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على أمنها الدولي ويحتاج أي بلد في العالم لجهاز الاستخبارات من أجل الأمن ضد أي تهديد داخلي أو خارجي يتم تكليف جهاز المخابرات بعدد من المهمات منها جمع المعلومات ومراقبة أمن الدولة فضلاً عن تنفيذ أهداف عسكرية وسياسية تعتمد كافة حكومات العالم على أجهزة المخابرات من أجل تطبيق القانون وحماية الأمن القومي في هذا المقطع سنعرفكم على أقوى أجهزة المخابرات في العالم جهاز الاستخبارات لدولة الاحتلال أو ما يعرف بالموساد وبالفعل هو بالأصل من أكثر الاستخبارات حرفية وغباء في الوقت ذاته كانت قوة الموساد وشهرته تأتي بسبب التمويل المالي الهائل له وليس لقوة أفراده أو أدواته بجانب عمليات الاغتيال الجبانة التي نفذها ضد المقاتلين والمقاومين العرب داخلياً وحول العالم خلال السنوات الماضية والمهمة الأساسية له هي جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق نشر العملاء حول العالم والقيام بالعمليات السرية والعمليات شبه العسكرية يعمل الموساد جنباً إلى جنب مع الاستخبارات العسكرية أمان وجهاز الأمن الداخلي الشباك ويقدم التقارير الأمنية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرةً قائمة طويلة من العمليات السرية المفرج عنها قام بها الموساد منها مثلاً اختطاف الزعيم النزي أدولف إخمان من داخل الأرجنتين عام 1960 وتهريبه إلى إسرائيل وإعدامه هناك واغتيال عدد من نشطاء جبهة التحرير الفلسطينية تاسعاً المخابرات الاسترالية السرية جهاز المخابرات الاسترالي ASIS وهو المكون الخارجي لمجتمع الاستخبارات الاسترالي وهي مكلفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من الخارج والتي تتعلق بالأمن الداخلي الاسترالي والمصالح الاستراتيجية تم إنشاء هذا الجهاز بأمر تنفيذي ومع ذلك أصبح وجودها معروفاً علناً لأول مرة بعد حوالي عقدين من الزمان في عام 1972 بعد أن كشف تقرير إخباري عن أنشطتها التجسسية في الدول الآسيوية المجاورة تظل معظم عملياتها في السنوات الأخيرة السرية ثامناً المدورية العامة للأمن الداخلي الفرنسي شهدت المديرية العامة للأمن الداخلي وهي وكالة الاستخبارات الفرنسية هيكلة حديثة تمت عام 2008 بما وضعها تحت قيادة وإشراف تام من قبل وزارة الداخلية حيث تتولى وكالة الاستخبارات هذه مهمة مكافحة التجسس والعمليات الإرهابية ومكافحة الجرائم الإلكترونية المحتملة إضافة إلى تنفيذ عمليات التجسس الخارجية ورصد التهديدات المحتملة على البلاد تشمل وكالة الاستخبارات الفرنسية الكثير من الدوائر أبرزها مدورية مكافحة الإرهاب والاستخبارات الفنية ومديرية الدعم ومديرية الشؤون المالية ومديرية الحماية الاقتصادية والإدارة العامة ومديرية الشؤون الداخلية ومديرية الشؤون الدولية وترفع تلك الجهات تقاريرها بشكل مباشر لوزارة الداخلية سابعاً وزارة أمن الدولة الصينية إنها جهاز مخابرات جمهورية الصين الشعبية يعتقد أنه أكبر وكالة استخبارات وأكثرها نشاطاً على سطح الأرض ووفقاً للمادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية الصيني فإن جهاز MSS له الحق باعتقال واحتجاز الأشخاص عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أثبتت وزارة أمن الدولة الصينية كفاءتها من خلال التدابير الفعالة ضد المؤامرات الخارجية والأنشطة المضادة للنظام الاشتراكي في الصين كما تؤكد بعض التقارير المخابراتية إلى وجود ما لا يقل عن 120 عميلاً تابعاً لMSS يعملون تحت غطاء غير رسمي في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان ومعظمهم من رجال الأعمال والمصرفيين والعلماء وهو ما يدل على الرقعة الجغرافية الكبيرة التي تنتشر فيها كوادر الوكالة سادساً الاستخبارات الهندية جاء جناح التحليل والبحث الهندي في المركز السادس ضمن قائمة أقوى أجهزات المخابرات في العالم بسبب ما قدمه الجهاز من معلومات وعمليات سرية ساعدت على امتلاك الهند الكمبلة النووية وكان تعرض الهند في الستينيات لحربين مع الصين وباكستان سبباً رئيسياً في تأسيس جناح البحث والتحليل كمركز للاستخبارات تقع على هذا الجناح مسؤولية جمع المعلومات الأمنية وغيرها عن حكومات الدول المختلفة بالإضافة لمعلومات عن الشركات الأجنبية في الهند وأيضاً عن الأفراد ويعتمد صانع القرارات السياسية في الدولة على تقارير جناح الاستخبارات هذا خامساً دائرة الاستخبارات الألمانية جهاز المخابرات الفيدرالية هو الجهاز الاستخباراتي الوحيد في ألمانيا لذلك فهو مسؤول عن الأمن الداخلي والخارجي للدولة فيضم أيضاً المخابرات المدنية والعسكرية وتخضع المخابرات الألمانية لسيطرة مستشار الحكومة الألمانية مباشرةً تستخدم المخابرات الألمانية وسائل فريدة ومنوعة في الحصول على المعلومات الأمنية مثل المراقبة الإلكترونية والتنصط على الاتصالات الدولية وتقوم بجمع وتحليل المعلومات الأمنية في شتى المجالات مثل الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل والنقل غير القانوني للتكنولوجيا والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وحرب المعلومات رابعاً جهاز الأمن الاتحادي الروسي يأتي جهاز الأمن الاتحادي الروسي وهو الوريث الشرعي للمخابرات السوفيتية كي جي بي الذي انهار مع انهيار الاتحاد السوفيتي حيث كان يعد رقم اثنين في قائمة أقوى أجهزة المخابرات في العالم إلا أنه الآن جاء في المركز الرابع وعلى الرغم من ذلك يتميز جهاز الأمن الاتحادي الروسي بقوة تدريب جواسيسه وأيضاً مئات الخلايا النائمة خاصة في أمريكا العدو التقليدي لروسيا وتعتبر المخابرات الفدرالية في روسيا من أكبر وأنجح المخابرات داخل روسيا وحول العالم وتعمل العديد من وكالات الأمن الروسية وحتى بعض الوزارات الأمنية تحت إرشاده وسيطرته مثل وزارة الشؤون الداخلية في روسيا تقوم المخابرات الفدرالية الروسية على أنقاض الشرطة السياسية أياماً لاتحاد السوفيتي كي جي بي ومهمتها الأساسية كحال كل أجهزة المخابرات هي حماية الدولة الروسية أمنياً من الداخل والخارج فتجمع المعلومات لمواجهة تجارة الأسلحة والمخدرات ومحاربة الإرهاب والجرائم والتجسس على الدول لخدمة مصالح روسيا ثالثاً المخابرات البريطانية MI6 تمتلك بريطانيا واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم ويعتبر قانون الأسرار الرسمية البريطاني أحد المزايا التي جعلت MI6 من أنشط الأجهزة حيث يبعد المواطنين عن فكرة السؤال عن أي من عمليات هذا الجهاز أو محاسبته أو غير ذلك من التدخل في شؤونه من العمليات الشهيرة التي قامت بها الاستخبارات البريطانية هي تجنيد أوليغ جورد فيسكي وأوليغ بينغو فيسكي لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المؤاتية لأزمة الصواريخ الكوبية عقاب الحرب الباردة وأيضا العملية الشهيرة التي استهدفت تخريب برنامج الطائرات الأسرع من الصوت توبوليف 144 التابع للاتحاد السوفيتي عن طريق تغيير الوثائق الرسمية وإرسالها للشرطة السياسية كي جي بي ثانيا وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كانت ولا تزال الاستخبارات الأمريكية حاضرة حيث تتواجد في المركز الثاني وعلى الرغم من قوة الجيش الأمريكي فإن المخابرات الأمريكية بدلا من المركز الأول وذلك بسبب الأخطاء والكوارث التي تسببت فيها المخابرات الأمريكية في الفترة الماضية على الرغم من الإمكانيات الهائلة المتوافرة للCIA والتكنولوجيا العالية فإن جهاز الاستخبارات الأمريكية حاليا أصبح يعتمد بشكل كبير على التعاون مع الاستخبارات الخاصة بالدول الأخرى وهو مسؤول عن جمع المعلومات عن الحكومات الأجنبية والشركات والأفراد وتقديم التقارير للإدارة الأمريكية لمساعدة كبار صناع القرار السياسي في أمريكا يقوم الجهاز أيضا ببعض المهمات السرية بتكليف مباشر من رئيس الولايات المتحدة بالإضافة إلى بعض العمليات شبه العسكرية ويمتلك الجهاز وفق المعلن ما يقرب من ألف عميل مزدوج حول العالم ويحتل المركز الأول كأكثر أجهزة الاستخبارات تمويلا في العالم لذلك فهو الجهاز الأكثر تطورا تكنولوجيا من بين أجهزة الاستخبارات الأخرى وفي المرتبة الأولى تأتي الاستخبارات الباكستانية ISI لعل المفاجأة أن دولة باكستان تتربع على قدمة الدول ذات القوة الفعلية في الاستخبارات حيث جاءت مدورية الاستخبارات الداخلية الباكستانية ISI على رأس قائمة أقوى أجهزة المخابرات في العالم بسبب ما قامت به المخابرات الباكستانية وفروعها السرية أثناء الحرب مع الهند ثم حصول باكستان على الكنبلة النووية وفي التاريخ المعاصر اعتمدت الدول الغربية بشكل كبير على المخابرات الباكستانية في التجسس على تنظيم طالبان وتنظيم القاعدة وعدد كبير من الشبكات الإرهابية في قلب أوروبا وقد حققت باكستان العديد من الإنجازات العسكرية عبر تاريخها منذ إنشاء جهاز الاستخبارات حيث استطاع الجهاز منذ إنشائه أن يحمي الأسلحة النووية وأحبط التفوق الهندية في هذا المجال من خلال زعزعة الأمن الداخلي الهندي ومن المثير للدهشة أن المخابرات الباكستانية من أكل المخابرات تمويلا على مستوى أجهزة المخابرات في العالم وخلال فترة الثمانينيات ولمجابهة التمدد الشيوعي داخليا وخارجيا في أفغانستان ازدادت مهمات وكالة الاستخبارات الباكستانية وتوسعت أنشطتها بدعم من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA التي أرادت توجيه ضربة للاتحاد السوفيتي بعكر داره آنذاك ووصلت الأمور لعقد شراكات استراتيجية مع الوكالة الأمريكية التي بدورها قامت بتدريب وتمويل عناصر وكالة ISI الباكستانية التي لعبت دور الوكيل في أفغانستان وذلك من خلال تدريب المجاهدين الأفغان ومدهم بالسلاح الأمريكي ولم يقف دور ISI على أفغانستان وحسب بل امتد ليصل إلى إيران وجمهورية أسيا الوسطى بالإضافة إلى الهند التي كانت حليفا للاتحاد السوفيتي اشتركوا في القناة